مرحبا حبايب وفيكم برج التور أهلا وسهلتيكم بالفيديو الطاقة المسيطرة على تفكيره لها الشهر لبرج التور إذن الطاقة المسيطرة لبرج التور رح تكون طاقة حب رح يكون برج التور حابب أنه يحب وينحب وبشكل عام يعني مشاعر الحب مش بس شخص وشخصة يعني مش بس واحد ووحدة يحبه بعض لا ممكن الحب بين الأصدقاء رح يحاول ينشر الحب أو يعني لا إراديا بيشعر بهاي الطاقة عم تدفق في حياته في هذا الشهر كمان رح يكون في نوع من البذخ نوع من رح تصرف كتير يا برج التور بإرادتك مش غصبا عنك مش أشياء مثلا قانونية أو قروض أو شغلات أنت بتصرف عليها ولكن شايفيت لكون أنك عم بتعيش حياة ترف عم تعمل شغلات يعني أو تشتري شغلات أعلى من دخلك أو أعلى من مستواك المادي أنت وقد يكون معناها أنه فعلا رح تتوفق بالمادة وتكون في ويلت بالموضوع يكون في فلوس بكثرة في حبايب برج التور كوي صعب ما رح أحكي لك أنه أنت طعنت من أشخاص أو كذا أنت كنت في طاقة اللي هو عدم الأمان ما كنت بشعر أبدا بالأمان من ناحية الأشخاص وإن كانوا أشخاص كويسين أو مناح أو كذا أنت فقدت نوعا ما فقدت الأمل في أنك تلاقي الشخص الصادق أو الأشخاص الصادقين ما بحكي بس عن العاطفة أنا بحكي هون بالعموم ولكن أنا شايفيتك في نهاية هاي المرحلة خلصت خلصت شطبت كل الاشروحات يعني شايفي أنه خلصت هاي المرحلة ورح تبلش المرحلة الثانية المرحلة الجديدة رح تكون فيها روحانيات أكتر يا برج التور قبل فترة أو الفترة الماضية شوي تناسيت الجانب الروحاني الأمور المادية أو مش المادية يعني ضروري يكون فلوس لا يعني كل ما هو محسوس ملموس مش معنوي كنت مهتمة كتير في هاي الأمور وشوي متناسي روحانياتك مع أنك من الأشخاص اللي يعني لما تكون روحاني بتدخل للعمق يعني بتحب الناس البرج التور بيحبوا الملاورائيات بيحبوا بيحبوا ما خلف يعني ما خلف الإشي مش الأمور السطحية بيحبوا العمق في الأمور بيحبوا يعرفوا حقاقة الأمور يعني مش عارف شو كيف بيحكوها بس في هذا الشهر رح تزيد كتير عندك هاي الطاقة رح يكون شخص في سبب سعادتك أو رح يكون رح يجيب لك خبر حلو رح يكون مصدر سعادة لك رح يكون برجه على الأغلب إما مائي أو ترابي وممكن يكون قوس ممكن يكون ممكن يكون قوس هذا الشخص هذا على الأغلب بالنسبة للطاقات كلها الموجودة بشكل عام لأنها هي هوائية عنا الحمل برج أكتر إشي الأبراج اللي قلنا هوائية يعني بامتياز نارية فيه مائية وفيه ترابية لكن الأكتر هوائية ونارية قلنا فيه فيه قوس فيه الموضوع أو أسد هذا الشخص اللي حيفرحك احتمال يكون قوس أو أسد أو من الأبراج اللي قلناها حبيبي التور فيه فيه أكتر من شخص انت على خلاف معهم على أمور تافهة على أمور سخيفة جداً هدول الأشخاص يعني ممكن تكون أمرأة هوائية أو نارية هاي الأمرأة ممكن تكون من ضمنهم أو هي محراك الشر خلينا نقول هي اللي بتحرك الشر في الموضوع رح تخف سلطتها أو رح تنتهي أو رح تخسر الموضوع كله اللي هي عم تحارب عشانه وهذا رح يولد لك انتصار كبير بالعمل يا برج التور بس مش انتصار اللي هو سريع جداً لأ رح يكون على مراحل هذا الانتصار فأنا بحكي لك يعني برج التور أصدي يعني إذا خربطت في أحياناً بالأبراج يعني اقرأوا تحت البرج إيش بيكون هو اللي أنا بكون نويت عليه وبيكون آآ قصدي آآ لأنه اتماعشر برج فيعني بسهل واحد بنسى بس بيكون ناوي على برج معين أنا هون ناوية على التور فكل برج آآ يعني بنزله لحاله وبكون ناوية عليه آآ في الورق فيعني ما تخافوا من هاي ناحية حتى لو الواحد لخبط بلسانه بين اله بين برج والتاني آآ بيكون بسبب آآ تركيزي بالورق بسبب آآ تركيزي مش بس بالورق آآ في أبراج في طاقات آآ في آآ ارقام آآ في يعني في كتير شغلات آآ يعني ممكن انه آآ تلفت نظر لواحد او يكون آآ عم بيفكر فيها طول الوقت لذلك بيخربط بين مثلا بدل ما يقول برج التور بيقول الحمل كذا احياناً بس المرجع نهائي هو تحت الفيديو شو مكتوب فهذا للتور اكيد آآ هاي المرأة اللي قلنا عنها هوائية او نارية رح آآ تنتهي وممكن يكون على فكرة كمان آآ رجل لكن آآ على الاكتر امرأة هاي الامرأة رح آآ تنتهي سلطتها وانت رح تفوز عليها بنفس السلاح او نفس آآ خلينا نقول هي رح تاخد جزائها من جنس العمل اللي عملته رح يلف ويدور عليها فهذا نوع من الكارما انت رح يرجع لك حق من ورا آآ هذا الموضوع او بشكل عام رح يرجع لك حق حبيب التور معلق حالك بشخص قديم بشخص آآ شوي عنيد شوي ما عم يعطيك حقك في العاطفة انا عم بحكي ما عم يعطيك حقك متعلق في لدرجة المرض فما بحكي لك انه هذا الشخص بيستاهل بيستحق او ما بيستحق هاي مش قراءة عاطفية بحتة ولكن آآ بين عندي هذا آآ الموضوع هذا الشخص مش ناسيك هذا الشخص آآ تحت تأثير ممكن يكون آآ طاقات آآ سلبية من طرف آآ الثالث او اطراف آآ اخرى عم تدخل في الموضوع آآ شايفة انه هو مظلوم وانت مظلوم يعني مش انه زي ما انت مفكر آآ مبين في بعقلك الباطن امور آآ اتكدست او تتراكمت ضد الشريك او ضد الطرف الثاني آآ ولكن انت مخطئ في هذا الموضوع اللي مبين عندي انه آآ الطرفين انتو اخطأتو في بعض ولكن موضوع التعلق موضوع تاني يعني انك آآ اوكي حبه اعمل اللي بدك اياه ولكن ما تتعلق في الاشياء زيادة عن اللازم كل اشي بزيد عن حده بقلب ضده وهذا هذا كمان بينطبق على العلاقات العاطفية اذا تعلقت بالشخص زيادة عن اللازم فانت عم تفقده انت عم بالمستقبل عم تحكي للكون انا ما بديه فعني برج التور من بعد ما كان في هاي الطاقة خلينا نقول اربع اشهر ماضيين كان في هاي الطاقة تقريبا طبعا انا ما بحكي بشكل يعني محدد تقريبا اربعة شهر ترتة شهر كنت في تعلق آآ شديد في هذا الموضوع آآ وبتحاول آآ انك تستشفي من هذا الموضوع لكن انا شايفتك لحد الان ما عم تقدر تستشفي آآ وعم تتذكر بقوة الطرف الاخر عم بيكون الطرف التاني متمسك فيك وانت متمسك فيه انتو التنين بتحبوا بعض بطريقة خرافية بطريقة بطريقة آآ ولكن غريبين انا ما بقول على شريك برج التور بس هو الغريب انت غريب وعلاقتكم غريبة علاقتكم مش آآ مأسسة على اساسات صح في امور كتير غامضة في امور كتير تركتوها هيك للقدر وكان لازم انه تتفقوا عليها من الاول عم بشوف فيه لخبطات عم بتسير كتير بسبب آآ امور انتو تركتوها عم بشوف برج التور بلش بلش يعني في موضوع آآ عمل آآ جديد او فرصة عمل جديدة ممكن حتى لو ما تكون لحد الان تبلورت ولكن اللي مبين عندي انه قريدي صارت يعني صار في فرصة آآ عمل جديدة او نوع جديد من العمل آآ برج التور آآ صحروتيني آآ ولكن همه همه خلينا نقول الاول آآ اللي هو العمل والمال والكزا فعم بشوفك متمكن عم بشوفك متمكن آآ كتير وسعيد جدا من الناحية العملية عم بتحقق كتير اهداف آآ ولو انها بطيئة ولو انها مجزئة يعني عبارة عن اجزاء ولكن انت ماشي في المسار الصحيح شايفتك آآ قبل فترة بعدت عن شخص او اخدت قرار آآ بانك تختار شغلة وتترك شغلة اختار شخص وتترك شخص ولكن انت لحد الان عم بتفكر وعم بتلف الفكرة في راسك كتير ما عم تقرف ما عم تقدر تعرف انه هاد القرار اللي اخدته صحيح او غير صحيح فعم بشوفك شوي متخبط هاي هاي الشهر يا برج التور عم تتذكر القديم وبرضو القديم عم بيراقبك وبتذكرك عم بشوف واحد من الطرفين عم ببلش آآ بانه يصلح الامور وشايفيتكم انتو التنين بتحبوا بعض بطريقة كتير حلوة ولكن غريبة مبنية على شوية اسس آآ مش صح او مش آآ مش مش متفقين على واحد اتنين تلات لأ تركينها لل آآ للوقت لذلك اي آآ اي مشروع طلاق او ارتباط هو مؤجر في فكرة طلاق عند برج التور في فكرة انفصال او في فكرة آآ زواج ارتباط من شخص آآ ولكنه مؤجل هذا الشهر ما رح تقدر تاخد هذا القرار او لو كنت بدك تاخد هيك قرار آآ تبعد عن القرارات المصيرية يعني خلينا نقول مش للقرارات العادية او الممارسات اليومية آآ القرارات المصيرية اللي فيها رجوع اللي فيها يعني طلاق او زواج آآ رجوع ممكن عادي جدا وارد انا شايفه في آآ للناس المتبعدين آآ رجوع ولكن آآ بالنسبة للقرارات المصيرية زواج طلاق لأ نأجل ممكن بعد هيك آآ شايفيتك آآ حبيبي برج التور من بعد صدمة من الاصدقاء من بعد آآ خضلان من آآ آآ واحد من الاصدقاء او اكتر عم بتكون انت المنتصر وعم بتكون انت آآ اللي خلينا نقول اللي اللي في القمة وهو رح ينزل لتحد فانا شايفه قدامك نصر حلو نصر ممتاز في العمل وهذا اللي بهمك اكتر شي عم بشوف ممكن احتمال انه يكون في آآ حمل مش لنساء برج التور لنساء رجال برج التور اكتر ممكن يكون عند الجهتين بس اكتر حمل عند الرجل انه رجل برج التور مرته يكون عندها حمل عم بشوفك آآ يا انت يا حدا قريب منك طالع من آآ عملية يمكن آآ آآ او وجع بالظهر باللي يمكن بالآآ او بالظهر اكتر آآ ولكن هذا الموضوع عم بيتم على خير وعم بيصير في استشفاء هذا بشكل عام بالنسبة للعزاب من برج التور رافضين لهم فترة او ما بيعطوا ابدا مجال للجنس الاخر انه يدخلوا في آآ علاقة ولكن انا نشايفه بنهايتي آآ شخص آآ خلينا نقول مش علاقة عاطفية ولكن آآ مثل زواج تقليدي آآ رجل رح يتقدم لبنات برج التور ما ما دخل الشباب الشباب خليهم على جنب آآ الشباب ممكن يتقدموا لبنت آآ الشاب برج التور ممكن يتقدم لبنت آآ العازب اللي ما عنده علاقات آآ او انه حدا منفصل عنه آآ أعزب تماما او مطلق او ارمل يعني هدول الثلاث يعتبروا عزاب فممكن ان يكون في فكرة آآ زواج ولكن بدون علاقة يعني ما في علاقة عاطفية زواج تقليدي ممكن انها تكون آآ بهذا الشهر آآ هاي الفرصة خلينا نشوف آآ اللي عم بيفكوا وعم بشوف على فكرة للناس حتى اللي مش آآ مش منتبه انت يا برج التور في شخص من برج مائي اظن او هوائي آآ هذا الشخص عم بيرقبك آآ من بعيد هذا الشخص آآ معجب وعم بيدرس آآ الامور عم بيدرسك من بعيد لبعيد بالنسبة للي عندهم آآ شريك واضح او ضامرين على آآ شريك الآن عنده مشاكل كتير عنده آآ استدام في العمل عنده مشكلة آآ بالعمل ممكن آآ عم تصادفه بهذا الوقت وعم بيكون خسران فيها عم بشوفه شوي شوي عم يرجع لوعيه آآ عم يعمل استشفاء عم بتكون روحانياته احسن عم بتواصل معاك روحانيا حتى لو كان آآ بعيد عنك آآ عم بيفكر فيك وبيحلم فيك هذا الشخص خلينا نشوف بشكل عام الآآ الآآ الآوراكلز ازن برج التور هل في تحذير آآ عم بيحذر اكتر اشي مش آآ كل برج التور عم بيحذر الناس اللي عندهم دراسة او انتحانات آآ الناس اللي عم بيدرسوا من برج التور عم بيحذرهم انه الحظ مش معاهم كل الموضوع رح يكون النتيجة حسب تعبك انت وجهدك انت ويمكن اقل شوي يعني آآ حاول على قد ما تقدر انه آآ تركز في الموضوع لانه ما رح يكون الحظ معك رح يعتمد فقط على جهودك هذا التحذير اذا آآ ايجا مش لكل برج التور لاللي عم يدرسه آآ آآ بيشبه شوي وضعه او بيشبه حياته وآآ ما ننسى انه الانسان يعني من فصيلة من اي فصيلة كلها بنعرف بيقولك انه التجارب اللي انت آآ بريزنت لي هلأ آآ عم بتخوضها التجارب مهما كانت سلبية اللي عم بتخوضها الان هي بتخدم آآ موضوعك او هدفك آآ او يعني الامور اللي عم بتعيشها هلأ اللي عم بنشوفها التغييرات اللي عم بتصير ببرج التور هاي الاشهر هاي الفترة آآ عم بتكون بتصب بمصلحتك متل ما انا قلتلك بالشهر الماضي وانت آآ فقط استقبلها ب بصدر رحب وما ما تتتوتر كتير لانه برج التور بتوتر شوي لما يلاقي انه في آآ مفاجآات او تغييرات آآ من حوله فلأ عم بيطمك الورق وبيقولك انه يعني شفت الافعة كيف عم بتكون آآ بتلفلف حوالين الشغلات وكذا بيقولك انت تكون فلكسبل متل هيك يعني آآ اخلق من من العثرة اخلق من العثرة شيء آآ مفيد إلك خلي الامور تنعكس لآآ لصالحك احيانا بنكون بظروف كتير سلبية آآ ولكن بحركة الصغيرة الزكية ب بشوي آآ نحرك مخنا شوي آآ بتنقلب كل الامور ل لصالحنا احنا آآ بيقولك روح لروحك الحقيقية رح تطلع من الظلام انت فيه ظلام او في آآ ظلمة من من حولك عم بتحس بالتخبط قلنا بعدم الامان كنت عم بتحس آآ بيقولك السعادة او النورانية او النور آآ من داخلك فانت ارجع آآ لنفسك آآ ذلايت زهير الضوء او الانارة او يعني هذا الموضوع بيكون داخلك انت لا تبحث عليه في الخارج ولكن هو في الداخل هون بيحكي لنا لبرج التور انه بيكفي آآ اتحمل حالك مسؤوليات وتفكر بطريقة انك انت كبير بالسن او آآ اتفكر بطريقة يعني برج التور دائما مكبر حاله وعم بيفكر بطريقة اكبر من عمره فهون عم بيقولك عيش حياتك عيش سنك انت آآ ما تآ ما تتنكد على حالك آآ بسبب آآ امور انا ما بقول انه برج التور يعني نكد او كذا لأ بس هو شوي بيكبر الامور هاي الفترة آآ عم بيضخم الامور فبيقولك لأ يعني عيش آآ حياتك عيش سنك آآ اليوم اللي بيجي يعني مابت이 مابت